أقام مركز مساواة الحقوقي مؤتمر التعددية الثقافية والقومية ما بين الحرب والانتخابات بمشاركة رئيس لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية عدد من الحقوقيين وممثلين عن المجالس والسلطات المحلية والصحفيين من مختلف الهويات والثقافات في البلاد هناك ثقافات مختلفة هناك روس، هناك أثيوبيين هناك من أصول عربية، هناك من أمريكا اللاتينية كل هؤلاء جاءوا مع ثقافات مختلفة الصهيونية تريد أن تقنعنا أن كل هذول هم ثقافة واحدة هذا الكلام مش معقول لذلك يجب في إطار هذا البحث الدوس على الأعصاب المكشوفة والعصاب الحساسة أن لا نسمح للرواية الصهيونية أن تهيمن على تفكيرنا وعلى تحليلنا للأمور تطرق المشاركون إلى التحديات الموضوعة أمامهم من قبل المؤسسة الحاكمة من تقييد للهويات وتهميش لمطالب الأقليات ومحو الثقافات المختلفة وطمسها بهوية واحدة لذا يهدف المؤتمر إلى تعرف الأقليات المختلفة كل على تحدياتها بهدف التعاون فيما بينهم ومجابهة التحديات يعني إحنا مش أقلية إحنا قسم من الشرق الأوسط إحنا قسم من 500 مليون عربي فإحنا عمليا وجودنا هنا هو وجود مش بس بداء بين الخط الأخضر إحنا وجودنا أوسع بس برضو الشعور العام اللي عطونا أياته هو شعور أقلية هذا الشعور الأقلية لازم نطلع منه نطلع باتجاه أنه إحنا كمان نعطي مجموعات سكانية تانية الفرصة أنه تعالوا نفكر بحلول غير الحل اللي هو الفصل القوم اللي عملوه الإصغاء بين الأطراف أو الفهم أو الكلام أو البحث بين الأطراف ممكن يساعد لفتحان صفحة جديدة هاي الرؤية الاندماج هذا أو التفاوت هذا بين بعض أو الإصغاء والحديث مع بعض هو ممكن يساوي شوية أمل يعني إذا بعد فيه أمل التحديات أمام الأقليات في إسرائيل كثيرة ومتنوعة وربما ما كان واضحا للجميع بأن التحديات الموضوعة أمام الأقلية العربية أكبر لذا يشعر المواطنون العرب بالخذلان مما ينعكس على سوء الخدمات المقدمة لهم ونسبة التمثيل الضئيلة في البرلمان والسلطات المحلية